للعزاب عم بشوف تبني امال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب انك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل عم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد اما عن اشخاص او عن الجو المحيط واكنك مليت من الوحدة فاناوي تغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني بتحاول تندمج ممكن انية تكون عشان تلاقي ارتباط او تلاقي شخص او تكوين حتى صدافات جديدة نبين عندي فيه شخص اه ممكن يكون جديد عم يكون عنده فيه كتير طيبة ممكن يكون ناري او مائي اه لا اه ناري او هوائي اه هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي اه عنده حكمة في المواضيع اه بكافح طموح اه اه هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن انت بتساعده اه او رح تساعده في اه الموضوع شخص عم بتطلع عليك اه من فترة اه انت عاجبه لكن عم بيكون اه نفسه او عم بيحاول يخلق اه اول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية اه ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن اه يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لانه كبير شوي بالسن اه مر بكتير اه تجارب وطالع من تجربة من فترة اه فعم بيحاول يلاقي فيك اه مش البديل اه خلص انه اه مل كتير من العلاقات ومل من الخضلان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لانه اه اه من النوع من الاشخاص اللي كلما يدخل علاقة بيكون ناوي على اه جدية هو شخص جدي كتير سيريوس في الحياة فعم بيكون شخص كتير اه حلو لبرج اه الميزان يعني اذا طلعلك هذا الشخص خاصة من برج هوائي اه بتمنى انه اه يعني اه توافق او تمشي في هاي العلاقة اه لا انها تكون رح تكون الخير اه لالك اه فيها فيها مستقبل اه فيها توديعي يعني هذا الشخص رح يفرحك كتير وكأنه اه اه عم بيكون هو فارس احلامك لكن رح ازعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص او فكرتوا بس بالمادة اه اه فا ازا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم ابدا حدا في حياتهم او حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين من برج الميزان ان شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيه حلوة عم بكتشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا اه الشخص اذا للمتزوجين في بشرة حمل ممكن تكون او في حمل من الاصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع اه في نوع اه من العدل والميزان رح لبرج اه الميزان هذا الكرت الثاني اللي بيطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد اه حقك من بعد من سلب منك هذا اه الحق للمتزوجين عم بتقول خلص اه طفح الكيل عم ترسم العلاقة اه اللي انت اه بدك اياها في الزواج واكنه اه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن حم بشوف اه في فرح وفي سعادة في اكتر اه من كرت للمتزوجين ازا ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ومش ملفاصلين لبرج الميزان بالنسبة للمرتبطين ان شاء الله يكون في علاقة جدية في الطريق نشوف بالنسبة للمشاعر في حب حقيقي من الطرف الاخر في اندفاع نحوك في اشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل او في علاقاته اه القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتبنى الجديد وتكون مع الشخص اه الحالي كتير اه رزين وكتير بتوزن الامور وكأنك اتعلمت من اخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك اه الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان اه عم بيكون في نوع من اه السعادة في ربيع حواليها يعني في في بشائر في في اشياء اه حلوة ممكن يكون في سفر اما للشريك او انتم مع بعض في انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتنا نشوف لشو عم بيخطط ان شاء الله تكون خطة حلوة يعني تكون في ارتباط اه ممكن يكون في فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع واكنك بدك تتزوج وخلص اه يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن اه الحب لكن في سعادة في فرح اه في نهاية هاي العلاقة اه رح يكون من بعد اه تعب ومن بعد اه ممكن يكون في علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي اه اه اتقاط وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة لبرج اه الميزان اه خلينا نشوف مثلا اللي هم اه المنفصلين بتعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر اه وقديش نسبة اه الرجعة وكيف عم بيفكر فينا اه الحبيب والله مشغول شوي بطرف الاخر اه حاسس بخيبة امل ممكن القراءة تكون عكسية اه اه نغدر من كتير من الاشخاص على مستوى اه العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لانه نبين كتير في اه في جروحات عم بيعاني منها او عم بيحاول استشفاء اه منها الشريك اه عم بيكون في حوالي مشاكل ومنغصات اه يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط اه انه يطلع من هذا الادمان وكأنه الادمان كان من الاسباب اللي اه اه بعد اتبناتكم ممكن اه انت عم تاخد اه قرار يمكن بالموافقة على الرجوع اه اه او لا في البداية ممكن تكون مقرر الابتعاد لكن اه 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 ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفه في سعادة عندك وكأنك رح تكون اه اه يعني رح تكون اه اه يعني رح تكون كتير اه سعيد على فكرة هاد الارتباط ممكن يقدي الى زواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون في رجوع اه 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 ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف اذا فيه علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع اكتر من حدا اه في سبيل انه يتسلى او عشان ينساك مثلا اه لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والتانية لكن عم بيفكر فيك بجدية اه لانه انه انت كأنك نفهم انه يا يا علاقة جدية وارتباط يا بلى وكأنك كنت اه 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 ام تتعامل معه بهاي اه يا طريقة اه 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 ا اه فوا عم 비حسب كتير حسابات اه اه قبل ما يرجع وكأنه انت كاشفه يعني كاشف اه 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 يلي عب قبل هيك. وعم بيكون خايف منك لانك انت شفت حقيقته. لكن عم بشوف فيه فيه رجوع. فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب. يمكن انتهى من الادمان او عم بيحاول انه فهذا هو اللي مبين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية. عم بيحلم في الاستقرار. هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة. لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع. اذا راجع لك على نية زواج ممكن يكون. زي ما قلنا اللي هي اول شي رجوع بشهر تموز. لكن الارتباط ممكن تكون في اشهر قادمة. لكن فين هي اه للارتباط من الطرف الاخر. خلينا نشوف اذا فيه نصيحة من نصيحة من الكون او الهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد او اكتر من صعيد. نشوف شو الورق ممكن. اه يطلع لنا لبرج الميزان. برج الميزان. بيقول لك انت بيقول لك اطلع من الحال اللي انت فيها حاول الاستشفاء. حاول الاستشفاء من من الطاقات السلبية اللي انت فيها من الجروحات الماضية. عشان تحصل على السعادة هذا الشرط. الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة اه وبحكي لك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي. ممكن تكون متهور بشهر سبعة. فبيقول لك لا اكون اكيد من القرارات او من الاحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة. اذا بحكي لك اطلع من الطاقة اللي انت فيها لانه ما عم بيسبب لك الا اه انه يدخل اشخاص صلبيين ممكن اه تجذب اشخاص صلبيين اذا كنت اه كمان عم بيبشرك في فرحة في اه موضوع كنت عم تستنى فيه كتير اه فبيقولك يعني ما تشغل بالك اه في صغائر الامور. يعني اطلع لبعيد شوي. اطلع لبعيد يا برش الميزان وما تضلك تفكر في اه التفاصيل التفاصيل اه الامور بالاجتماعي المتوسيقى